السلام عليكم حياكم الله معكم أخوكم طارق من قناة طارق تيكس الحلقة هذه خصصتها عشان أشرح طبعاً سابقاً تكلمت عن الشات جيبيتي وش هو الذكاء الاصطناعي أما الحلقة هذه بتكلم عن الأيجنت أو الوكيل أو العميل لو بنترجمها حرفياً بس أنا أفضل كلمة وكيل لأنه اللي توكله في أعمال يقوم فيها فاليوم بنتعرف على يعني لمحة بسيطة فقط عن الشات جيبيتي عشان نعرف الفرق بينه وبين الوكيل وجبت لكم اثنين من الوكلة اللي مكسرة الحين الدنيا الأول هو مانوس هذا هو الموقع أنا فاتح عليه طبعاً مانوس حالياً ما هو مفتوح للعامة فقط دعوات شخصية أو تسجيل وهم اللي يوافقون عليك حسبت إنه مجاني بس أتضح إنه لا حاطين لي نقاط هنا شوفوا كريديتس فكل سؤال أطرحه يعني مثلاً لو تقول له مرحبا هنا بيأخذ كم نقطة فانتبهوا ترى حتى الشات جيبيتي وغيرها لا تجلس تسالف معه سوالي في مالها داعي كل سؤال بتسأله حتى لو تقول له كيف الطقس اليوم في موزنبيق ما رح يفيدك هذا السؤال أنت جالس تكتب أشياء تضيع على نفسك نقاط النقطة الثانية إذا بتطرح شيء اعرف إنه يجيب لك يعني يكون سؤال شامل حط في السؤال كل شيء لا تقول له مثلاً ارسم لي صورة عن الطبيعة هنا بيرجع لك يقول لك تبغى فيه فصل الربيع لا عشان كده دائما يقول لك تلقون دائما جملة البرومبت البرومبت اللي هو الأمر اللي بتعطيه أو الصيغة اللي أنت بتعطيه فسؤالك ترى مهم يعني تقدر تقول له ولد لي صورة أو ارسم لي أو اصنع أو صمم لي صورة مشهد من الطبيعة في فصل الربيع ضع أشجار ضع أطفال أو ألعاب غيوم بسيطة في السماء مع انعكاسات عشعة الشمس والصورة تكون قريبة للواقع أو قريبة لمثلاً الرسم الثلاثي الأبعاد علشان ما يرجع لك ويقول لك تبغى طيب أضيف لك كده وش ستايل هذه ميزة البرومبت خلونا نرجع لموضوعنا الأساسي اليوم بنتعرف في هذه الحلقة على الشات جبتي وش يسوي بالضبط مقارنة مع الايجنت أو الوكلة وفي شي جديد يعني جالس يكسر الدنيا في الصين اسمه جين سبارك هذا نفس الشي سوبر ايجنت وكيل خارق نفس فكرة مانوس فسألت شات جبتي قلت لعطني الفرق بين شات جبتي وبين مانوس وجين سبارك فأعطاني هذه الإجابة فقال لي شات جبتي عنده وظيفة واحدة نموذج لغة متقدم تم تطويره بواسطة OpenAI يستخدم التفاعل النصي والإجابة على الأسئلة وتوليد المحتوى فالشات جبتي مهمته الكلام خد لك سواليف طيب نيجي عند المفهوم الايجنت أو الوكيل حتى تشعرون كده من اسمه أنك أنت توكلها بشغل يقول لك وظيفة جين سبارك وكيل ذكاء استناعي عام يعرف بسوبر ايجنت مصمم لأداء مهام معقدة بشكل مستقل عبر الإنترنت وشو معنى هالكلام يا طارق فهمنا التشات جبتي ما ينفذ مهام نهائيا النقطة اللي ممكن بعض الأشخاص يكون عنده لبس فيها يقول لك أنا سألت تشات جبتي اقترح لي رحلة فأعطاني أسماء مطاعم ومدن ترفيهية وأعطاني متاحف وعندك الايجنت نفس الشيء أعطاني إياها بس التشات جبتي بيقترح لك جدوى الرحلة بس ما رح يحجز لك أما الايجنت يقدر يحجز لك لا مو بس يحجز لك قبل ما يحجز لك التذكرة يروح يسوي بحث عن أفضل المواقع واللي فيها أقل سعر تذكرة هذي هو اللبس البسيط اللي عند البعض طي ما أطول عليكم خلونا نبدأ الحين نجرب الثلاثة المواقع عندنا أول شيء تشات جبتي قلت لك اقترح لي مشروع أونلاين في الخليج مع عمل دراسة عليه بدون تكاليف ويكون مربح ودوام جزئي مع تصميم موقع له قال لي والله الكويس لك متجر رقمي لبيع خدمات تصميم المحتوى للسوشال ميديا أعطاني الوصف وقال لي الفئة المستهدفة وقال لي الدراسة المالية وبعدين قال طبيعة العمل وطرق الربح وتصميم الموقع تبغى أصمم لك؟ قلت ابدأ بس هذا اللي سويته نشوف الموقع نشوف الموقع نضغط preview هذي preview شوفوا هذا هالموقع هذا الموقع بس طيب وشه اللي بشتغل عليه علمني وشه كيف أمارس هذا النشاط قل لي هو أعطاني على قولتهم الزبدة وكأني شخص فاهم لا أنا ماني فاهم طيب خل نعطي نفس الأمر لمانوس وشوفوا كيف مانوس قلت لك ترحلي مشروع عليه طلب في الخليج وتكاليفه قليل وتأكد ان عليه قبال كبير قال لي وش شو تبغى عندك خبرة ما بغى خبرة ولا تكاليف وجزعي وأبي كل الأسواق الخليجية وإذا تطلب مهارة يمكن تكون سهلة للتعلم فحطها وأعطاني دراسة من كل النواحي راح لمواقع زار مواقع شوفوا كيف زار مواقع دخل مواقع إخبارية دخل مدونات دخل شاف وشه المشاريع شاف كل هذه اللمة على قولتهم بعدين رجع لي خدمات التسويق نفس اللي قالها التشات جي بي تي التجارة الإلكترونية الدروب شيبينك أنك تكون وسيط وتأخذ عمولتك إنشاء محتوى رقمي وأعطاني تحليلات للسوق يعني جاب لي حتى مقارنة الفرص بين كل دولة هنا البحرين الكويت قطر الإمارات السعودية ومن الجهة الثانية تطوير المواقع خدمات كتابة المحتوى إنشاء محتوى رقمي دروب شيبينك أعطاني بعد عن الدروب شيبينك التجارة الإلكترونية وقال لي وش الخطوات اللي تبداها تكلفة وكيف تسوي دروب شيبينك طيب وش المنتجات العناية الشخصية أكسسوارات ومجوهرات المنزل الملابس والزياء الإلكترونيات الصغيرة هذه ما أعطانيها اقتراح هذه من ضمن البحث شاف أنه منتجات العناية الشخصية والجمال عليها إقبال عالي طيب متطلبات البدء قال لي تحتاج كمبيوتر انتصال الإنترنت تحتاج المواقع التالية قال تحتاج كمبيوتر واتصال إنترنت وتحتاج منصات تجارة إلكترونية اللي تقدر تبيع فيها شوبيفاي وكوميرس وغيرها وبعدين حط لي كل شي كأنه جالس يعني يمشي معاي خطوة خطوة وحط لي التكاليف التقديرية والإيرادات المتوقعة السوق السعودي درسه الإماراتي القطري الكويتي البحريني بعدين قال لي تبغى صمم لك الموقع وأعطاني الملف أحمله على الجهاز هذا هو تارك تيكس أعطاني ملف ستايل مستقل وملف سكريبت مستقل وهذه الاندكس صفحة الرئيسية شوفوا كيف طريقة التصميم من نحن أي من نحن أول شي نجي عند الخدمات شوفوا كيف التصميم والأيطونات نجي عند لماذا تختارنا أعمالنا وحط الاكتحت التواصل اتصل بنا وهنا الخدمات نروح الجين سبارك جين سبارك عبارة عن سوبر ايجنت أبعطيه نفس منصة التعليم الإلكتروني هو قاعد يفكر إذا عربي معناته رايت توليفت معناته الموقع يكون من اليمين لليسار علم الخليج شوف سوالي الموقع علم الخليج دوراتنا أساسيات البرمجة والله سوالي موقع كامل شوف سوالي منصة كاملة رئيسية الدورات المميزات المدربين لأسعار دوراتنا شوف التورات متقدم تطوير تطبيقات الويب حاطينا لماذا تختارنا المدربين مع حساباتهم طيب ننزل تحت باقات الاشتراك ابدأ رحلة التعلم اليوم شوف الموقع رقم هاتف باقها متوسطة ولا ايش طبعا بتقول لي انه قريبة من بعضها زي انه ممكن ينشئ لي صور الايجنت ممكن ينشئ لك صور الشات جي بيتي وشلون ينشئ لك الصور ينشئها عن طريق الايجنت لما تروح اكسب لور جي بيتيز في الشات جي بيتي يطلع لك انه مربوط مع ايجنت ثانية فالشات جي بيتي ما يسوي لك الصور ترى الشات جي بيتي يقدر انه يوصل لهذا المستوى لكن لانه في عليه بعض القيود الايجنت ينفذ كيف الشات جي بيتي سوى لك الصفحة لانه الشات جي بيتي مربوط مع جي بيتيز اللي هما ايجنتز بداخله الشات جي بيتي عبارة عن قائدة بيانات عملاقة وبداخله ايجنتز عدة لكن الايجنتز هذولا مقيدين بقائدة البيانات ومقيدين بالاوامر واللي يسمح لهم الشات جي بيتي الايجنتز هذولا لا اعتبر انهم ايجنتز جريئين ومستقلين ما عليهم قيود مثل الشات جي بيتي ومتصلين بالانترنت ويقومون بمهام معقدة الموضوع بسيط جدا لكن النتيجة هنا غير النتيجة اللي تطلع لك هنا فاتمنى ان شاء الله من هذا الفيديو اني فككت الموضوع وخليته سهل وبسيط بالنسبة لكم الفرق بين الوكيل وبين الشات جي بيتي او الجيميناي وغيرها من كوبايلوت مولدات الذكاس تناعي او اللم وبين الايجنتز المستقلة او الايجنتز التابعة اتمنى ما طولت عليكم واني قدمت لكم شرح يعطيك فكرة كاملة يوضح لك الصورة ما بين هذه المصطلحات اذا اعجبكم المقطع يريد تضغطون على زر الاعجاب وتشاركونا مع اصدقائكم واحبابكم حتى ينتشر وحتى تدعمون القناة ولا تنسون الضغط على زر الاشتراك او متابعة احد حساباتي اللي بتظهر على الشاشة التقيكم ان شاء الله في مراجعات اخرى وشروحات وفي امان الله